اوكي بما انو اليوم يا حبايب ماكو اخبار وسمعت انو اكو احد اليوتيوبر السهزابية اوكي بما انو انا شخص طيب ودامن امدح اليوتيوبر بدون ما اخذ مقابل فهذا الشخص هو احمد ابو الرب طبعا ليش دا اقول هذا الكلام لان احمد ابو الرب حجة عليا تقريبا مدقيقة ثمان ليه الدقيقة ثماش دمان حتى ما يذكر اسمي وحط بالوصف كاتب الاشخاص الحجة عليهم هم حط اسمي طبعا انا بدلا مضايج من الموضوع ولا همتني المشاهدات خلينا نشوف شنو حجة عليا بالضبط او فضيحة قمر مار ويارا مار واسو تتهجم على ابو الرب اوف وتسب نور مار وزوج هيلة في في كشف الحقيقة وتهجم ياسو شو كل هذون الناس تهجموا على بعض مضاحك الانسان يا جبعة تحسوا زيك قاعد زي هيك وقاعد يفكر كيف ممكن استخدم اسماء كل اليوتيوبر في عنوانه احف وات منو قاعد يحجي عليا احمد ابو الرب اللي نص عنوينه فعليا اسماء اليوتيوبر اليوتيوبر الى حتى طب انا عمود اجيبه مشاهدات حاليا انا هجيت على كل اليوتيوبر ذا العالم بس هاي اللي بيرت انا ما هجبت عليها لسه وقا لسه ما هجبت عليها ابو الرب نزح هذا المقطع على رايدر العراقي اسموا ما انهي عراقية فقررت انو تشيل الفولة من احمد ابو الرب كيف اقررت وحط عينها على رصد مش عم تحكي عني انت مش عم تحكي عني اوكي ما رح يكون هذا الخبر نقلته بشكل غلط وعندي تبريرات ليش نقلتها بشكل غلط ولكن ما رح اقولها ولكن ردي على القطيع اللي قاعدين كتبوه بالكومنتات انو انا قل اخبار كذب نسيت انو انا منزع اقناتي فوق ال 650 مقطع وركزتولي على خبر واحد بس نقلت غلط وبنسبة الكلام السع فهو فعليا انطبق على احمد ابو الرب لنهو دي حاول وصف فكرة لمتابعينا انو انا قل اخبار غلط نوع ما دي قطع برزقي وصراح اتعودت على هذا الشي بعالم اليوتيوب فعليا كل ما تسوي شي خير لأي يوتيوبر لح تلقى فعليا حذاء بوجك ولكن اذا انقلت شي غلط او انتقادتهم لح يطلعون ويحطون عليك فهو فعليا نسى كل مرات لأطلع اصف وقلة وامدح بي اشوفوا مثل هذه اللقطة يوبر فول يوتيوبر عدنا هو احمد ابو الرب والمقطع العظيم اللي نزله فاحمد ابو الرب نزل هذا المقطع على قناة باليوتيوب ليشتبيه على السوشيال ميديا ضد فلسطين والصراحة اهني احمد ابو الرب على هذا المقطع مقطع رهيب ومقطع كلش بمعلومات ومتعب عليه فطبعا رحطوكم رابط مقطع بالوصفات من الكل يروح يشوف المقطع بدرجة ان انفضلت مقطع على المقطع مالتي وحطته كأول رابط وهو حد اسمي ما حتشاه عاكن لكل واحد يساويه باصلة والله يسامحه وانا مستهل طبعا احاول اشيو اسمعت اي شخص وانا تكرر بيسانس معي اللي من فترة من الفترات قلتينو ما نقول اخبار عليها وفاليا احترمتها وما نقلت اخبار عليها وما عبرتني اولا شيء ولما بسر بس نقلت على فضيحة منشورة بالسوشيال ميديا اجت وتفلت عليها وبنسلساعة طبعا هو اللي نزل احمد ابو الرب المقطع انتي تبدأ نزل المقطع قلت له كل عامته بخير مبدع كيف تعملها انت بش فا كيف تعمل هيك انت مبدع انت سفاه بسرع انهما منزلوا على القضية الفلسطينية الا بعد ما تعرضوا الهجوم للمتابعين ما هجم ما هجم ما هجم اوكي هجمتها قبل عشية تافها ثوان ثواني فعليا ترى احمد ابو الرب كان يتهجم على اي شخص ما ينزل على القضية الفلسطينية والي واحد من عادهم اللي هو فهد سال فبالي صورة اساساً مالتا كانت يقول بي انه الناري ينشري من اليوتيوبر منزل على فلسطين واحد من متابعينا كان يحطوا للصورة مالتا يقول انه يجاهم هجوم يلا نشروعوا على فلسطين وبالي استهري مالتا اللي بعده هم قاعد يستهزب الكلام وهلي قاعد يقول ان الناري بيوتو منزلت على القضية الفلسطينية اللي بعد ما يجاها هجوم اساساً البوست مالتا كم اكتبوا اعطوني اسماء مشاهير منزلوا على القضية الفلسطينية فمادي صراحة هو شون برأي يصير الهجوم اذا هو اساساً المقطع مالتا كانت بيوتيوبر هاجموني انا اساساً ما هاجمت واحدة من مراتها من نور مارنزا علي ستوري رح سواه من ملك هاجمني ومادري شنو على كل من نهاية المقطع يا حبايب انا مطالب من عادكم طبعا ان يتهجمون على الشخص بالعكس المقطع كل يضحكني مالتا والله يسامح هذا هو ضرني والله يوافقه يا رب بس طالب شي واحد من عادكم رح اضطكم رابط مقطع مالتا بالوصف قالتكم الكل يفجر الكومنتات جيش مملكة القصص بما انه هو مذكر اسمي فخليني نذكر اسمي بنفسنا بالكومنتات بجيش مملكة القصص وبيصولي حبايب طبعا لا تسلسوا اضطون لايك لانتوقع هذا مقطع يجيو وايد اسلاكات وهجوم من جمهور احمد ابن رب فاتمنوا تضعوا زر لايك واشتركوا في القناة وشتركوا في القناة وشتركوا في القناة وشتركوا في القناة مع السلامة